بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في درس جديد من دروس اتعلم مايكروسوفت اكسل النهاردة ان شاء الله نتعرف علسان نستخدم الحلقات التكرارية loops ونستخدم النهاردة الحلقة اللي هي for next في البداية نعرف ايه هي الحلقات التكرارية الحلقات التكرارية هي عبارة عن جملة او اسلوب بيتوح يعني لغة البرمجة بيتيحوا لنا ان احنا نقدر ننفس كود معين لعدد معين من المرات اكتر من المر فبدل ما اكتب الكود الواحد 3-4 مرات فانا بكتب الكود مرة واحدة واقول في لغة البرمجة اقول له نفذ لي الكود دوت 3 مرات او 4 مرات او على حسب عدد المرات اللي انا اعيزها احنا النهاردة بنقول هنتكلم على الحلقة التكرارية اللي هي for next في الاسل عندنا كزا نوع من الحلقات التكرارية النهاردة نتكلم بس على for next طيب اما اننا نشغل في الاكواد ننتقل الى محرر الاكواد visual basic editor من خلال القيمة developer وندوس visual basic نضيف موديول جديد بحيس ان احنا نكتب الاكواد بتاعتنا فيه ونكتب كده sub ونسمي الكوب بتاعنا test اول حاجة هنعملها النهاردة قبل ما نشتغل بالحلقة التكرارية احنا عايزين هنا نضيف في الرنج بتاعنا ده كله القيمة واحد خلينا نشوف الطريقة التقليدية بتاعتنا اللي احنا نشغل بها اه هي هنقول نستخدم slope cells في الاشارة الخلية ونصغل بس الرنج بتاعنا كده بحيس ان احنا نشوف احنا بنكتب فين هنا انا ببدأ في الخلية اللي في العمود السابع فاروح اكتب بسلزوف تاع القصوة بيقول لي عايز تبدأ الخلية بتاعتك في العمود الكامفة انا اقول له خلية في العمود السابع بعد كده بيقول لي هي في العمود الكامفة انا اقول له اذا عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اروح كاتب تسعة وبعد كده اروح اقفل القص واقول له انا عايز اكتب في الخلية دي القيمة هروح اقول له value احنا كنا قولنا قبل كده ان value تعتبر الخاصية الافتراضية للخلية فلو انا ما كتبتش value وكتبت القيمة على طول فما فيش مشكلة وبعد كده اقول له value بتاعتي بتساوي واحد انا بعد كده اعايز انسخ القيمة بتاعت دي في الكاسة خلية اللي تاعت فبسلا ما هيكرر الكاملة ديت واكتبها اه هروح اخدها copy ما اخدتهاش copy right click copy وانسخها كزا مرة انا عندي هنا ارلود اديتات اربعة خمسة ستة سبعة يبقى انسخها سبع مرات وغير هنا الخلية بتاعتي كلها في العمود التاسع فانا مش اغير العمود كلها غيره بس اللي هو رقم الصف فاروح كاتب هنا تمانية اغيرها بالتسلسل بتاعي تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اخر عمود ده هن اخر خلية في العمود التلاتاشر مصبوط خلينا كده نشوف لو انا دوست play على الكوب بتاعنا دوت هلاقي ان القيمة واحد بتاعتي اضافت طيب خلينا نبسح القيم ديت ونرجع تاني لمحارل الاكواب بتاعنا ونبص كده على الكوب بتاعنا الكوب بتاعنا بيتكون من كم سطر سطر اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع بيتكون من سبع تسطر انا عندي خاصية ان انا استخدم تلات تسطر بس في ان انا اعمل الكود دوت ازاي خلينا نعمل كود جديد نكتب سب ونسميه تست اتنين واقول انا دلوقتي بقوله هستخدم بقوله هستخدم حلقة تكرارية for next فاقوله for وبعد كده اقوله هتطر استخدم متغير احنا اتكلمنا قبل كده عن متغيرات فانا هتطر استخدم المتغير وليكن هتدي المتغير الاسم اي وقوله اي بيساوي من انا هبدأ من سبعة وهنتيه بـ 13 فاقوله اي بتساوي من سبعة وهنتيه بـ 13 تمام كده بقوله for اي بتساوي سبعة تو 13 ادوز انتر واقوله حيث اعمل ايه تمام طيب انا طالما استخدمت اي بانا لازم احط اي بتاعتي هنا جوه الاكواب بتاعتي اللي انا هنفزها عشان اشتغل بقود مظبوط طيب فانا هروح اقوله هنا كده اكتب sales وافتح القوس انا قلت عندي هبدأ من سبعة وحط 13 لو لاحظت هنا سبعة اللي هي عبارة عن رقم الصف بتنتيب 13 هي هي السبعة لل13 اللي انا خليتهم للمتغير اي فانا لو كتبت sales وخليت رقم الصف اي بعد كده اروح تدائس كما عشان ادخله رقم العمود او اللي هو هيبقى رقم تسعة اروح اقفل القوس واروح اقوله value بتساوي واحد وبعد كده اقوله enter انا كده هو لو هيجي يتشغل على الكون لغاية دلوقتي هيقول for i بتساوي سبعة فهينفذ i بسبعة وياخد ينفذ الشرط سبعة وتسعة اللي هي الخلية اللي في الصف السابع والعمود التاسع ويديها لقيمة واحد طب انا عايز الاي بتاعتي دي قيمتها تزيد كل ما يخلص السطر يينفذ كود زيادة يما ينفذوش على حسب الشرط اللي احنا حطوه نهله فوق فاروح كتب له next i يبقى احنا كده كتبنا for next ودي اللو بتاعتنا اللي احنا عايزين نشتغل عليه خلينا كده نمشي اول حاجة انا هنفذ الكود وبعد كده هكرره قدامكو سطر بسطر بحيث احنا هنشوف هي ماشية ازاي هقول له play بيقول لي في مشكلة الـ variable مش متعرف انا عندي هنا option explicit موجودة فهشيلها بحيث ان هو ما يلزمنيش ان انا اعرف المتغيرات بتاعتي واقول له play كمان مرة هلاقي ان الكود بتاعي تنفذ في 3 تسطر بس طيب انا هشيل حاجات دي كده ونطبق الكود مع بعض ونشوف انا هقول له نفذ لي سطر بسطر من خلال عندي هنا فيه tool bar اسمه tool bar بتاع debug لو هو مش ظاهر قدامكو right click على tool bar والدباج هو معمول لو شلته هتلغي نخلي رجعه تاني هلاقي انا هستخدم اللي هو step into اللي هو اختصارها F8 فانا لو ادوست من الكيبورد بتاعي على F8 وانا هنا في الكود ونشوف الكود بتاعنا هيتنفذ ازاي السطر اه لا طالما هو عامل select او محدد باللون الاصفر على السطر معنى كده ان السطر ده هو اللي هيتنفذ اول ما اتنين للسطر اللي بعديه يبقى السطر ده كده خلاص يتنفذ تمام فهو هنا خلاص خد اول جزء لا اي بتسوي سبعة رح كتب لي اللي في الخلية سبعة وتسعة الى الصف السابع العمود التاسع رح كتب لي اي رح كتب لي واحد بعد كده انا بقوله next i فيروح هو راجع لللوب بتاعي تاني اللي هو الكود اللي انا عايزة ننفذه يروح اي هي كانت سبعة بعد كده يخليها تمانية فيكتب لي في العمود التامن لما دوس F8 هلاقي ان الخلية اللي في العمود التامن ظهر فيها القيمة واحد يرجع تاني لنكست i يده انه ينفذ الكود زي ما احنا شايفين واحدة بواحدة لغاية ما يوصل بعد كده يلاقي i زي ما احنا شايفين الهنت اللي ظهر لنا بتقول لنا i بتسوي 13 فهو هنا انا معرف اللي هو في الاول بقوله for i بتسوي سبعة تو 13 فهو اول ما يوصل ل13 هينفذ التلتاشر ركز على موضوع ان هو هينفذ 13 في حلقات تكرارية ما بتنفذش الحد الاعلى اللي هو الup bound تمام؟ فهو طالما وصل للا i بتسوي 13 هيشتغل عادي هيعمل اللي هو الجزء بتاع 13 وينفذ الكود زي ما احنا شايفين عندنا ان هو في السطر التلتاشر نفذ الكود بتاعنا وبعد كده لما دوس له F8 يكون هو خلص الكود بتاعه عشان هو بدأ من سبعة وخلص لتلتاشر طيب يا ترى for next كده احنا خلصناها احنا كده يعتبر خلصنا شرح الحلقة التكرارية بس في بعض الاضافات اللي بنستخدمها مع الحلقة التكرارية اللي بتخلينا الشغل بتاعنا مارين شوية دلوقتي لنفترض ان انا عايز اخلي مقدار الزيادة مش واحد لو احنا لاحظنا هنا اقولت له من سبعة تلتاشر فيخليها سبعة تمانية تسع عشرة حداشر اتناشر تلتاشر لنفترض ان انا عايز اخليه يزيد بمقدار اثنين فبدل ما بيزيد بواحد خليه بيزيد بمقدار اثنين خلينا نمسح البيانات دي كده ونرجع تاني للفيشوال بيسك ادتور بتاعنا واقول له انا عايز ازوده بمقدار اثنين الاكسل عشان اقول له يزود بمقدار اثنين فانا بكتب له الكلمة اللي هي اسمها step وبعد كده اقول له مقدار الستيب اللي هيعملها هو عايز يعمل خطوة بكام فبدل ما بيعملها بخطوة واحدة هقول له بيعملها بخطوة تين على سبيل المثال خلينا نطبق الكود بتاعنا نقول له بلاي هنلاقي ان هو طبق الكود من خلال ان هو بيسيب خلية بين كل واحدة والتاني فهو اخذ على الخلية في الصف السابع بعد كده ساب بسطر ودخل السطر التاسع وهكذا طيب خلينا نجرب الموضوع دوت عشان احنا عايزين نشوف عملية الانتقال من خلية اللي هو الستيب سواء بالموجب او بالسالب خلينا نكتب مع بعض كود جديد تستي ثلاثة ونشوف احنا عايزين نطبق احنا دلوقتي يكوننا ماشيين افقي رأسي اسف هنتحرك بشكل افقي هنشوف ازاي اول حاجة هقول له فور واقول له اي بتساوي انا الاي هنا بما اني هتحرك بشكل افقي فاكيد انا الصف بتاعي هيبقى ثابت فخلي الاي على الجزء الرأسي اللي هو الخاص بالعمود فانا هبدأ من العمود اتنين وهنتهي بالعمود تمانية فاقول له فور اي بتساوي اتنين تو تمانية انا قلت من اتنين لتمانية عشان انا هشتغل بشكل افقي هنشوف دلوقتي الكود اللي انا هنفزه هو اللي هيوضح لنا وطبعا عايزين نبقى في عندنا عادة كده طالما بنشتغل بالاكواد اللي هي حاجة اللي افتحها اقفلها فانا قلت له فور اقفل الفور واقول له نيكست كده انا قفلت الفور كده انا كتب نيكست غلط وقول له نيكست اي بحيس ان انا الكود بتاعي يبقى ماشي مصبوط خطوة بخطوة وبعد كده اقول له الجزء اللي انا عايز اطبقه سيلز انا الصف بتاعي هو الصف 16 والسان ما عندي بقول له ان انا عايز اتحرك من اليمين للشمال فاروح اقول له 16 رقم الصف بتاعي وبعد كده انا بقول له العمود بتاعي اللي هو هيبقى اي اروح اقفل للقوس واقول له dot value بتساوي واحد وبعد كده هنا انا قلت انا عايز اتحرك بمقدار عمود وعمود فاروح اكتب له step واروح اقول له بتساوي اتنين نطبق الكود بتاعنا ونبص كده هنلاقي ان الواحد بتاعي الضاف في عمود وعمود خلينا ناخد الكود دوت كده كوبي ونغير اسم التست نخليه تست اربعة ونخليه هنا بدل ما هي عايزين بقى نتحرك بالمينس عايزين الحركة تبقى من الشمال اليمين فعشان اخلي step هنا بالمينس لازم اخلي الاي بتبدأ من الكبير اخليها from a for i من 8 لغاية اتنين طالما انا هتحرك بالنقصان يعني انا هنزل لتحت يبقى من 8 لتنين وهنا انا شغال في العمود 18 اروح اخلي هنا العمود 18 الكمة بتاعتي تشالت ارجحها تاني ونبص كده نشوف العمود اللوب بتاعتنا هتشتغل ازاي اقول له play هلاقي ان الخليه بتاعتي خلينا نغير value بس عشان نبقى احنا شايفين التأثير خليها مثلا خمسة واقول له play هنلاقي ان القيمة بتاعتي بقت خمسة اخر حاجة عندنا في درس النهاردة ان احنا ازاي نخرج من اللوب في وسط ما هي بتشتغل نكتب كده sub test 5 قبل ما نبص احنا هنشوف ايه ازاي نخرج هنا اللوب بتاعتنا لما كنا بنعملها كانت بتشتغل بتبدأ من من اتنين لغاية التمانية تاخد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طيب اذا كنت انا عايز انافذ اللوب شرط معين يتحقق يقفل اللوب ويكمل الماكرو بتاعتي عادي يعني ايه يعني ما يوصلش الاخر اللوب بتاعي خلينا نشوف طالما انا هقول exit for يبقى لازم يبقى في عندي condition معين شرط معين لازم يتنفس خلينا نجرب مع بعض كده هقول for i بتساوي خلينا نشوف الاول احنا عايزين نعمل ايه نشوف المسال بتاعنا عشان نقدر نشوف كوب بتاعنا هيكتب ازاي هنا انا عندي بقول عايز انسخ التواريخ ده هيت واقف في حالة ان اي تاريخ من التاريخ المكتوبة اكبر من تاريخ النهاردة تاريخ النهاردة عندنا مثلا اللي هو تاريخ اتنين وعشرين سبعة طيب انا هشتغل عادي الاول من غير ما هشوف انا مشاقف اللوب بتاعتي هشتغل عادي اقول له for i بتساوي انا هبدأ هنا الصف بتاعي هو اللي بتغير فاقول له for i بتساوي من 24 لغاية 30 اقول له for i 24 for i to 30 وبعد كده اقول له next i زي ما قلنا الحاجة اللي افتحها اقفلها وبعد كده اروح اقول له sales وافتح القوس واقول له i اللي هي انا خلتها المتغير بتاعي وبعد كده اقول له في العمود الكام اقول له اللي في العمود الواحد اتنين 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 اتنى اربعة اللي في العمود الرابع واقفل الكوس واقول له dot value بتساوي بتساوي ايه بتساوي الخلية اللي في نفس الصف بتاعها بنفسه كل حاجة بس مع تغيير العمود فانا ممكن اخد الجزء ده copy ctrl c وحطه ctrl v واقول له العمود التاني ادي عمود اتنين وقول له اتنين وننفذ الكود كده نشوف احنا الكوب بتاعنا هيشتغل السعي نفس البيانات اتحطت ساوي ما هي في اليمينة اتحطت في الشمال بس انا بقول هنا انا عايز الكوب بتاعي يقف في حالة ان اي تاريخ اول تاريخ يجيلي في التاريخ دي اكبر من تاريخ النهاردة يوقف عملية النسخ خلينا نمسح الحاجات ديات ونرجع للكوب بتاعنا تاني انا قلت طالما انا هستخدم حاجة فيها شرط فانا هستخدم مثلا ال if condition فوسط اللوب هروح كاتب كده هقول له if لو قيمة الخلية اللي هي في العمود التاني فهروح اكتب له اللي هي 24 انا هتطلعها في i وبعد كده في العمود التاني اكبر من تاريخ النهاردة تاريخ النهاردة احنا عندنا الكلمة المحجوزة اللي في ال vba اللي بتدينا تاريخ اليوم اسمها date فانا لو كتبت له date ماشي if بقول له لو الخلية قيمة الخلية i اللي هي 24 في العمود التاني يبقى الخلية ب 24 اكبر من تاريخ النهاردة اللي هو في حالتني 22 سبعة اعمل لي ايه هروح كتب له زن وبعد كده زن دي ايه اللي ننفزه اخرج من اللوب بتاعتي اروح كتب له exit for تمام كده نوسع الكوب بتاعنا شوية وخلينا نقول له run الكوب بتاعنا هلاقي ان الكوب بتاعنا تنفز لغاية الجزء اللي بيقولي 26 تسعة 26 تسعة ده اكبر من تاريخ اليوم خلينا كده نمسح الاتنين دول وغير التاريخ دوت خليه مسلا 26 اربعة ونيجي تحت كده ونخلي بدل ما هي اربعة اربعة نخليها مسلا اربعة تسعة ونيجي ننفز الكوب بتاعنا تاني عشان نتطمن ان احنا شغالين في الشغل السليم نبص كده هنلاقي ان هو نسخ كل البيانات وساعة ملاق في تاريخ اكبر من تاريخ النهاردة راح عامل اكزيت فور واقف اللوب ما هي ان انا ايه اللي يبدأ من اربعة وعشرين لغاية تلاتين هو واقف في العمود الصف اسف تمانية وعشرين وما كملش اخر صفين لان قلت له اخرج من الحلقة التكرارية بتاعتنا عشان الشرط اللي انا عايزه مش متحقق بكده يكون درس النهاردة خلص اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم في الدرس واتمنى يكون الشرح كان واضح لو في اي ملاحظات بخصوص الشرح اتمنى ان احنا نسيبها في الموضوعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته